تحرص الحكومة في إطار التوبيهات الرئاسية برفع تفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر وهو ما ظهر دليا في مراكز التطوير التكنولوجي التي أنشأتها الدولة في هذا الإطار يقدم مركز التطوير التكنولوجي بمدينة أسيوت كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي لكونها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية تقدم وتطور ملموس في منظومة التحول الرقمي في مختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر تطور يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة العنصر البشري وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر وهو ما ظهر جليا في مراكز التطوير التكنولوجي والتي أنشأتها الدولة هنا في أسيوت تم إنشاء 13 مركزا للتطوير التكنولوجي كانت بمثابة نقاط تحول هامة في تقديم الخدمات للمواطنين طبعا أنا أنا بأخذ بطلق الطلبات عن طريق الكمبيوتر الطلبات كلها مميكانة المنتج اللي بيطلع من عندي مميكان بطلعت رخص محلات رخص إشغالات رخص إعلانات رخص بناء رخص هاد طبعا كل الطلبات دي مميكانة ممكن المواطن يتابعها عن طريق الإنترنت عن طريق موقع الوزارة وممكن يتابعها بالكيوء آر اللي بياخدوا في استلام الطلب نفسه إحنا همزة واصل بينهم وبنقطع طبعا التسويف بين الموظفيين ولكده بيبقى مدة محددة برسوم محددة للجميع يأتي هذا التطور المتكامل في كافة المراكز والمدن طبقا لرؤية مصر عشرين ثلاثين وتحقيق التنمية المستدامة كل المواطنين بيجوا بيقدموا عندنا هنا في الضر الأول بنستحبل كل الطلبات الوقت بتاعهم كان المفروض بيتابعوا مع القدرات فوق عشر تيام وخمستاشر يوم احنا هنا في المركز اللي بيقدموا جميع الطلبات بينزل الموظف المسؤول عن الطلبات بياخدها في القدرات يوزعها آخر اليوم بيبقى أقصها من ثلاث أربع تيام ونرد على الموظف فكده وفرنا له وقت وجهد اللي مركز تطوير التكنولوجي بمدينة أسيط يقوم كأحد أهم وأكبر المراكز بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي كونها أحد المحاول الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية بصراحة هو المركز التكنولوجي يوفر على المواطن كتير ووفر أنا شخصيا أجي أقدم الورق بتاعي وأقدر أتابع وأنا ببيتي على الـ QR أقدر أتابع على الوزارة التنمية المحلية أقدر أتابع في أي وقت كمات هنا الأخوة الزملائية أو الأخوة اللازمودين بيقدروا يساعدونا تليفونيا بينصحونا يقدروا يوفر علينا كتير ما بيتأخروش عننا في حاجة يأتي هذا التطور في منظومة التحول الرقمي ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين